موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابة الأوقات أينما كنتم تتابعوننا إن في بلدنا الطيب هذا أو في جناحه الغربي أو حيثما كنتم تتابعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ بالرجاء من مولانا والدعاء لمولانا أن ينصر أهل غزة وأن يثبت أهل غزة وأن يقوي أهل غزة وأن يوحد أهل غزة وأن يسدد رمي أهل غزة وأن يثبت قلوبهم ربنا أفرغ عليهم صبرا ربنا أنزل عليهم ملائكتك يا ربنا يا إلهنا يا قوي يا كريم يا كبير يا الله مددك لأهل غزة غوثك لأهل غزة يا مقلب القلوب ثبت قلوبهم على الإيمان على اليقين واخذوا أعداءهم واخذوا كل من تآمر عليهم اللهم عليك بكل من غذر بأهل غزة وقان أهل غزة وضيق على أهل غزة وخنق أهل غزة اللهم قاتله يا رب العالمين أي أن كان وبعد عنوان لقائنا لهذا اليوم المبارك لهذه الحلقة إن شاء الله تعالى فإن حسبك الله وأن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله الآن العالم كله يتآمر على هذا الشريط المضيق عليه من إخوانه أولا ثم من الخوانة الخلاصة والوصهاينة ثانيا لكن من يخنق غزة فعلا عرب إخوانها المحسوبون عليها شهرين كاملين والمعبر مغلق مرمي أخواته ورجال ونساء واطفال على المعبر شهرين منهم من مات منهم من يعيش في أسوأ الظروف ليه يا مصر ليه يا مصر أكيد أقول لك إيه إحنا كيد مفقلنا لكم من يوم ما ذهب المنتخب ستندمون ستندمون أعرف من الذي أتوكم به أعرف أعرف أصله يا رب عفوك يا رب عفوك إذن عنوان هذه الحلقة فإن حسبك الله يمكرون حسبكم الله يغدرون العرب حسبكم الله يتآمرون مع إخوانهم من اليهود حسبكم الله يكفيكم الله يغنيكم الله يقويكم الله يعزكم الله يذلهم الله 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 معكم هما تقنعهما ما شاء الله عنك الله يحفظ الله غيرك المهم بإدخال المساعدات بالله أقنعتهم قال آه 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 وبعدين بعثوها المساعدات قال عادهم ردوا عليه ولا مردوش عليه أنا أنا مسكين من أخبار الجمعة أيضا تدمير ألف مية وثمان آليات صهيونية في هذه الحرب العدو اعتقال يعني الخميس خمسة عشر فردا بليلة وحدة منذ أكتوبر ستة لاف تسعمائة واربائين يعني سبعة الاف تقريبا معتقلين بلموا من الشارع لأنه طيران مع دبابات يعني وتنسيق مع قوى أخرى الخلاصة حالة غضب سادت اجتماع مجلس الحرب وكان قاسيا يعني الاجتماع على بعضهم قاسين بشأن رد حماس والرد على رد عماس يعني قسم يقول يا أم يقبلوه قسم لا تقبلوه قسمه العدل قسمه يرفضوه قسم فهما من الطاوشين ولا يزالون مختلفين قتل ثلاثمائة واربعين كادرا طبيا أخبار الجمعة كل هذا سريعا قبل أن نبدأ الحلقة قلت يعني نعيش أخوانا في جو اليوم اللي هما فيه الآن واعتقال عدد كبير إذن ثلاثمائة واربعين من الكادر الطبي شو هذا أقال يا شيخي بيحصل عادة عادة لا ما حصلش في التاريخ مثل هذا الإجرام لكن لأن الصهيونية تحكم العالم من خلال الماسونية عربا زطا عجما نورا كله تابع للصهيونية واعتقال عدد كبير نعيش في المتحدث باسم اليونيسية بعضهم من أخبار الجمعة سامحونا غزة تشهد وتتعرض لأسوأ مستوى تغذية في العالم يا السلام ها دول عربية شموخفكم من قال احنا ما ندعم الإرهاب يا شيخ ما شاء الله أنكم أنتم الإرهاب لا منطقة آمنة في غزة هذا اليونيسية اللي بقول ولا بد من توفير الماء والمأوى منح ما قال الهواء الماء والمأوى هل يستطيع العرب أن يفرضوا على إسرائيل أن تدخل الماء لا طب انتم دخلوا الماء يا عرب قالوا احنا ما نبلش بها البلشات آه ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنكم كيف نقرأ الآية وكيف نفهم الآية الكريمة من سورة المائدة قال فإنها محرمة عليهم هكذا نقف أربعين سنة يتيهون في الأرض إخواني التحريم عليهم مطلق فإنها محرمة عليهم ودخلوا الأرض المقال لا ما ندخل إذن ما الجواب من الله عز وجل محرم عليهم لا فإنها محرمة عليهم قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أندال جبناء باختصار ولولا خيانة العالم العربي ما بتروح فلسطين حجي يريد تركوه لها الفلسطين والله ما ما راحت وما ضاعت لكن إحنا جينا وجينا لك راحت فلسطين خليها على الله قال فإنها محرمة عليهم ونؤف أربعين سنة يتيهون في الأرض مدة التيه لا مدة التحريم فلا تأس على القوم الفاسقين إذن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يا سلام أن يكون المؤمن محفوظ الكرامة موفور الأمن مرعية الحقوق فلا يتعرض لامتهان أو تحقير أو تصغير أو تقليل شأن أو أذن أو شتم أو إبعاد أو إذلال أو فقد وظيفة إلا بحق حق مو حق الظلم هذا مش حق الخلاصة إذن المؤمن يكرم مرفوع الرأس دائما والله ما أحد المضيق عليه في العالم الإسلامي كله إلا المؤمنين لأنهم متعصبون يا شيخ صابون متعصبون شلوان المتدينين المتشنجين ما حد يأذيهم مع أنهم من فضل الله ما في مسلم متطرف إلا الشواذ اللي أنفئتهم الأنظمة العربية عشان يسوهوا الإسلام ببندها البساطة ونخلص ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا ينبغي أن يهان مؤمن أخطأ حاسبوا على قد خطأ دوما ما تحقروا والذلوا لا خليهم وفور الكرامة لو حبسته حبسه بكرامة ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة من أمه أمه كل العرب ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة لماذا أعدت غزة وقاتلت لمدة هيقربنا على نصف سنة عدينا الثلث نحن بين الثلث ونصف السنة من القتال يا الله نعم نعم دخلنا الآن في النصف الثاني فلماذا لم تعد الدول العربية ومن هو قال لك أننا ما عدينا النتائج قالت لي النتائج يا أبو وعندها دول يعني عندها إمكانات قد تبلغ خمسين ضعفا أو مئة مئة ضعف عن غزة قطعا غزة لا مال ولا برطول مترول ولا بطرول بطرول يا سيدي بطرول بطرول إنها الإرادة توفرا وعدما أو عدما يعني لعنده إرادة شلون بينه هذه الأنفاق شلون معجزة الأنفاق قال إحنا اكتشفناها الآن شفته أدي كده من الأنفاق مجهود جبار أنفاق مئات الكيلومترات أبويا حوالي ستة آلاف فتحة مموها يعرفها بالخرائط أصحاب الشأن أيضا نعيش مع قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا مطلق ويسعون في الأرض مطلق فسادا مطلق والله لو تنبش وراء المخضلة لقيم هم وراء الجرائم هم وراء الدعارة هم أفلام السينة ما بتاعتهم لبوزة أخلاق الشعوب هم هوليوود ملكهم أقول لك من أسف أن العدو ينطلق من كتابه وجملة العرب أعني الدول طبعا مش الشعوب لا تنطلق في حربها وسلمها أو في سلمها وحربها لنفش حرب المهم من كتابها أي كتاب ربها ولذلك ظلوا متفوقين علينا حتى جاءت حماس فتغلبت عليهم مع فارق هائل في الإمكانيات يعني في الإمكانيات إسرائيل وفي الإمكانيات حماس لكنها لما أعدت الرجال بالعقيدة بالتدريب العالي ثم بالأنفاق اللي حفر أخذ من الجهد شيئا خارقا يفوق الحساب والعقل والرياضيات يمكن يقعد في الحفر شهر كامل يأكل اللقمة ويكمل يلا يلا ويناء محله مجهود خارق لما صنعوا هذه المعجزة ولو أرادوا الخروج ما بدهم حجي أبدهم مش لا أعدوا له عدة ما بدهم خي ما بدهم زي من تعاوز دفتت أنظار العالم إلى عادلة قضيتنا ولا يحق الحق إلا الجهاد ودفع الأعداء وإلزامهم الاعتراف بالحق نحن في ذكرى الإسراء والمعراج يوم عظيم هذا اليوم ونحن مأمورون من رب العالمين أن نذكر بأيام الله الأمر لرسولنا أمر لنا وذكرهم بأيام الله لولا بدعة وكل بعتقد ضلالة وكل ضلالة حجي فوق راسنا الحديث مين يطبق الحديث على الواقع مو أي متشنج لا يطبق النص الله بيقول وذكرهم بأيام الله أنا عاملين مرأس يوم الإسراء نذكر بالعبرة الربط ما بين فلسطين ومكة مثلا وين البدعة في هذا الكلام بدعة وضلالة كله ضلالة طبق عليها الحديث لا أن نحتفل ما الحمد لله ريحون من كل هذا الكلام قال له الإسلام كله مش عاوزينه ريحت العالم من وجاع الراس تحكي عن مين تحكي عن أمريكا خلينا موضوعنا الله يهديكم يعني الحلقة كلها بتغطيش الموضوع لكننا مر عليها مرة السحاب والله مختصر الكلام مدة البعثة 23 سنة في منتصف المدة كانت رحلة الإسراء في منتصف القرآن كانت سورة الإسراء في قلب كل مسلم حب أرض الإسراء كله في القلب كله في القلب فلسطين في قلب العالم العربي والإسلامي بل في قلب العالم إذن كله في القلب في القلب في القلب سبحانك السورة في القلب اليوم في قلب السنة والمسجد الأخصى في قلب العالم الإسلامي والعربي والزمن الخلاصة إذن كله في القلب لا ينتهي الكلام والله بدأ حلقة كاملة إذن نحن مأمورون بالتذكير بأيام الله زاد الضغط على الرسول عليه الصلاة والسلام فرب العالمين أخذوا ليخفف عنه إلى رحلة الإسراء إن جهل قدرك أهل الأرض من حقراء العرب بتعين زمان طبعا حقراء بتعين زمان بس خلاص هذا الكلام انتهى الخلاصة فتعال يا رسول الله أريك منزلتك في السماء وإذ التريليونز من الملائكة يشتقبلون الرسول أهل مكة حمولة شاحنتين يعني وإذ السماء كلها تحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الأرض من أنتم ضيقوا الكون له إله والله تعالى متكفل بأن يجعل لكل متضايق مخرجا إن شاء الله واستخرج غزة من هذا الحصار من هذا النكد من هذا الضنك من هذا الخيانة العربية ستخرج منتصرة إن شاء الله بدناش نطول الكلام الربط ما بين المسجدين كأن المولى يقول من فرّط بالمسجد الأقصى فرّط بالكعبة والبيت الحرام ذلك ربط بين المسجدين وجمع الأنبياء وأمهم إمام الخلق وإمام الأنبياء إماما في الصلاة فصارت القدس والأقصى قبلتنا الأولى أين من يعتبر؟ شفتوا الدينة بيعمل إيه يا أمة الإسلام؟ شفتوا يا أبويا علماني إحنا نشوف عملاني علي علي استنى على هذا أبو ظبط علوانيين لا عدوانيين لا عملانيين لا علمانيين حبيبي ما شاء الله عنك إحنا سكي لا ما شاء الله عنكم الله يخلينا إياكم ما شاء الله بلا صرتوا علمانيين قالها والله صرنا وتصورنا تصورتم ما شاء الله عنكم ما شاء الله يخلينا يحفظكم الخلاصة إحنا علمانيين لا دينيين شيخ أها طبعا إسرائيل نظريا علمانية متمسكة بتوراة كتبوها بأيديهم يكتبون الكتاب أنتوا كلامكم نتحدى الكون إذا في حرف زائد أو حرف ناقص وقبل يمكن خمسين سنة ولا كام قلت كلمة في محاضرة من محاضراتي بالجامعة لما كنا ندرس بالجامعة قلت لهم خلينا موت واقفا بالجامعة أنا درس قلت لهم لا 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 أنا متبرع بجهدي أنا حرين المهم خلصني قلت لهم شباب حوسبوا القرآن وحاسبونها كل ما قلتها جاني طالب صار مهندسا بعدين على مستوى ما شاء الله الخلاصة قل لي كل ما أنت قلت في المحاضرة نفتتها خلال سنوات من الجهد حوسبت القرآن حرفا حرفا فوجدته منظومة متوازنة الحمد لله يعني ما تعبناكم أرغل الله والله لست ناد من أنفقت من عمري إذن أنا من ناسي الرقم عشر سنوات أو حواليها وأنا ناشي بهذا الموطل عندي منظومات هائلة الخلاصة لله الحمد ناشي نطول الكلام إذن أغصى في قلب كل إنساني شريف بدلالة أن العالم كله يتظاهر العالم كله يتظاهر ما من بلد لم تتظاهر طبعا عدا بلدان العالم العربي لأنهم إخواني العالم العربي معذور أنه بابن الوطن يا أخي بابن الوطن آه أنا مش أخذ بالي سامحني يا عم الشيخ إذن كانوا مشغولين بالبناء قال لي نأم لأنه لو بدنا نشغل أم بالمظاهرات بتعطل بناء الوطن يا حلاوتكم بتعطل بناء الوطن يا حلاوة نخلص من رسالة إلى الأسراء أن إخوة الكرام الأسراء والأخوات الكريمات الأسيرات إخوة الأخوات أهداء الأسراء والأسيرات سلام عليكم من الله ورحمة وبركات وبعد لله كانت هذه الحرب لأنه قال قاتلوهم إذن نحن منتثارا لأمر الله قال وقتلوهم أمر الله لأنه المحتل والغاصب والذي يقتلنا حكم أي نعم المعاه سلام حجي إحنا دعاة سلام peace for peace مش for land no إحنا كرام شيخ هي حجي إنت متشنج إنت من المتشدقين متشد متشردين يا سيدي إن شاء الله مدام فيها دين مش مشكلة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله لن يخيب الرجاء حاشى لمقامه وكيف وقد كتب على نفسه الرحمة وكيف وقد تعهد بنصرة من ينصره إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين كتب الله لأغلبن أنا وراءه ورسلي ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الآيات كثيرة وأنتم أيها الأحباب على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم من منهج الذي رسمه الله لنا ولن يخيب ظنكم بربكم حاشى ولا أملكم ورجاؤكم بفرجه القريب إن شاء الله ولكن كما قال مولانا سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكم جميل أن يجدكم الله بعد الامتحان والبلاء صابرين كما قال عن عبده أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب طب ليه يبتلي رسول عظيم ببلاء شديد عظيم ليه؟ أما وراثة الأرض بدها امتحانات يا بوية بدها امتحانات والأنبياء ورثه إذن لابد أن يمتحنوا إنا وجدناه بعد الامتحان الصعب والصلب وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه أواب رجعني الله يا رب يا الله اشفني من هذا المرض بعد سنين الله وعلم شفاه الله الخلاصة وأسأل الله أن يجعل لكم فرجا قريبا والسلام عليكم رسالة إلى حرائر فلسطين أخواتي الكريمات جدات وأمها طبعا في غزة والضفة وحيثما كنتم في المهجر رسالة إلى حرائر فلسطين لقد تحملتن جدات وأمهات وبنات طبعا السلام عليكم لقد تحملتن حملا تقيلا فتقاستمتن الشهادة مع الرجال قسمة عدل لا بل كنتن مع شهداء الطفولة بنسبة 70% من عداد الشهداء النساء والأطفال 70% 30% الرجال إذن فتقبل الله من استشهدنا من أخواتنا وحفظ من بقي منهن وفيهن الخير والبركة إن شاء الله واستئناف الحياة من جديد الأخت الكريمة منكن مع الخطر الذي يحدق بها تظل هي المسؤولة عن البيت وإدارته وتدبير الطعام في ظرف تعطل فيه كل شيء يعني صاروا دوروا على عرق خبيزة عرق حميض عرق مرار ولا يعملوا منه أكل أي كلام بده يعني يسد جوعة المعدة ما في طعام العالم العربي عفيف عن إنجادي إخواني أنا أعف من أن أنجدكم حلاوة عفة هذه ولا قلة شرف تعطل فيه كل شيء بفعل الحصار والمحاصر عربا ويهودا يخلف عليكم كثر الله خيركم فالحصار من جانب والقصف الذي لا يتوقف في جانب آخر والخشي على العيال والخشي على البيت من الهدم فأنتنا في وسط كل هذه المخاوث لكن بذكر الله والاستعانة بالله وبما ربيتن علي من الإيمان واليقين فالمخاوف كلهن أمان فالمخاوف كلهن أمان هيدا خلنا بشار السادس والخامس زي بعضهم الخامس هم تدوروا على خشاش الأرض أعشاب الأرض تعمل طعام من لا شيء أخواتي ومنكن مع كونهن أمهات ممرضات يعني أم في بيت ولكنها ممرضة فلها وظيفتان في البيت وفي المشفى ممرضات في المشافي فهي تقوم بواجبين بل واجبات لا نملك إلا ندعو الله لكن بالمضائف العزيمة والصبر في الجهاد وجهادكن مبرور والصبر على الأذى الذي يتسبب به هذا العدو المجرم استودعنا الله غزة وأهلها وأخواتنا نساء غزة وحفظ بكل الجيل إن شاء الله وعسى أن تنقشع من سماء غزة هذه الغمامة السوداء ويعود لغزة النور والضياء والأمان والرجاء والسلام في الوصلة الثانية انتهت سريعا لكن أكثر من الوقت دقيقة رسالة إلى الشرفاء في أردن الكرامة وكل الأردن بفضل الله نشاما وشرفاء ووطنيون وأصحاب حس عالي السلام عليكم والفتحية لكم على مواقفكم فما توقفت المظاهرات في تأييد ودعم إخوانكم والتعبير عما في صدوركم وقلوبكم وأحاسيسكم من مشاعر نحو إخوانكم فياضة هذه المشاعر جياشة في البرد في المطر في الزمهرير في النهار في الليل كل يوم تقريبا وأنتم في مظاهراتكم تأييدا لإخوانكم ورسالتكم التي أرسلتموها بأصواتكم ومشاعركم الأخوية النبيلة والسامية وصلت إخوانكم بالتأكيد وصلتهم شحنة العاطفة الصادقة ومن يزيد أو يزايد على أهد الأردن في البدل وهما توأمان شعبان شقيقان بل شعب واحد نحكي شعبان شعب واحد لا تنفصم عروته الوثقى وإن كان في مكانين بينهما نهر وشريان حياة لا جدولا فاصلا بين شعبين معاد الله هذا حيال للشرق والغرب لا يجيكم حقكم إلا مالك هذا الكون وموجده سبحانه فجزاؤكم الوافر عنده ولا نملك نحن إلا التحية الخالصة الحارة المخلصة لكم والدعوات إلى العلي القدير أن يحفظكم وإحفظ أردن الشهامة والكرامة والنشامة والسلام عليكم في الوسطة الثانية نلتقي مع هذا الملف الضخم كما ترون وعندنا أيضا كتابان أمر بهما مر السحاب لوائح الروح لرائد فتح الدكتور من طلابنا الكرام والله ما شاء الله أديب شيخ مؤثر ناجح موفق ألمئي ذكي أسلوب الكتاب والخطاب أسلوب شاعر كلمات شاعرة والكتاب يعني صفحة كلا كلام الدكتور رائد وصفحة ثانية مشهد من فلسطين وحاول نطلعكم على بعض المشاهد سريعا جدا ونشوف أما الكتاب الثاني فعبد الرحمن صالح العشماوي له كتاب نقوش على واجهة القرن الخامس عشر الهجر الف ربعمية مطالع القرن واحد واثنين نشر هذا الكتاب من أربعين سنة تقريبا ثمانية وثلاثين سنة مش مشكلة عرفنا عبد الرحمن صالح العشماوي الخلاصة الأصل من ذمار اليمن لكنه عشف الرياض يعني قلناها بلهجة أصحابه الخلاصة نلتقي فلسطة الثاني يكونوا معنا حياكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دواما نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين الأخرى فتحي ما شرى الدكتور في فلسطين الآن من فضل العالم من أعلام التوعية ومن أعلام الدعوة الحقيقة ما هي مجاملات في المقدمة بقول للأرواح لغة لا يرددها إلا من تمرس في أعنتها كلام شاعري مثل ما قلنا مخاض الكتاب وفكرته أنه أخوين حبيبين بالنسبة لمحمود الخطيب ومصور وأخ آخر يعني كأنه أديب الاثنين قالونه نهاد بقاعي أو بقاعي أن يعني يعطي الكلمة المكتوبة ويطبع مقابلها صورة جميلة بطلة قال في الأول أنا عزفت عن الفكرة ثم شرح الله صدري لها فكان هذا الكتاب فكرة من هذين الأخوين شوف الكتابة والأقصر على سبيل العين والمثال الحقيقة فكرة الكتاب لا أجمل والمكتوب أيضا لا أجمل ما شاء الله يعني هو يعني نثر لكنه روح الشعر فيه ايه والله شوف أطفال فلسطين أريكم بعض الصور بس يعني هذا المسجد القدس القديمة مساجد في القدس القديمة هذه لقطة سريعة إذا أمكن وهكذا الصورة الآن بالليل يعني فلسطين جنة الأرض يا بو هذه غابة فلسطينية يا من ضيع فلسطين من أولي ضيعها الجن بسم الله الرحمن الرحيم من عصافير فلسطين هذا المسجد الأقصى غروب إن شاء الله ما تغرب الشمس عن مسجدنا الحبيب يا رب يا مجيب يا رب هذا برضو صورة من ليل فلسطين هكذا الكتاب ماشي على هذا المنوال يعني هذه رمال غزة أو رمال فلسطين أي أن كان من أي موقع فلسطين كلها هذه الطفولة من غزة مش مش هنأخذ كل شي طبعا منظر غروب لا أجمل ولا أبهى في فلسطين هذه بعض أشجار غزة ونباتات غزة الخلاصة مثل ما قلت يعني ما نستطيع أن نعرض كل شيء إنما في دقائق من حول مر مرا سرين هذا بحر يا فا إيه يا ياف اللي ضيعتوها آه آه أي وطن أضعتم هذه الطفولة المهددة بالخوف والمهددة بال آه نهير صغير في أرض جنة جنة أضعتموها ببلاش بنت فلسطينية فلاحة منظران لا منظر واحد يا من أضعتم فلسطين نشوف الصورة الشجرة مع الشمس آخر جمال نفس الغروب من أجمل لحظات يعني ما ينسى كنت في لحظات الغروب أطلع على قمة فوق مخيمنا أقعد لما أرى مشهد الغروب ثم أعود مناظر فلسطين لا أجمل لا والله من فضل الله فينا العالم أوروبا أمريكا آه لكن مثل جمال فلسطين ما فيه وصلنا من فضل الله آسيا شرقا وغربا طفناها لكن مثل فلسطين اللي أضعتوها ما فيه ما فيه ماذا نقول هذا بحر وجبال بسم الله هذا تصور السماء من من أرض غزة هذا منظر بغضو نباتات فلسطين أمقول غزة يعني الصوت معلق على غزة لكن هي فلسطين عموما و إخواننا مش من غزة بصورهم يعني ربما بعض اللقطات من غزة لكن جل اللقطات الضفة الغربية والثمانية واربعين آه تصوير رائع الحقيقة اللي نتنين فنانون هذه اللوحات الجميلة نكتفي بهذا القدر مش هنوريكم كل شيء لكن ما نحرمكم هذه اللقطة يعني غروب على مسجد ما شاء الله نسر محلق أو صقر محلق أسأل الله تعالى أن يكون الشعب الفلسطيني بهذا التحليق منظر غروب أيضا ماذا نقول ماذا نعيد شوف يا أبويا جنة الأرض التي أضعتموها ببلاش قال احنا فقدنا مئة شهيد والله والله لو مليون ما كان كثيرا ولا تمتهن مقدساتنا لو قدمنا مليون بنخلف غيرهم أبويا واللي مات على الجنة شهيدا إيش المشكلة نكتفي بدنا إيش ناخذ الوقت قول ضيعتني الحلقة صور طيب يا سيدي رسالة إلى السنوار يا فتاح يا عليم إلى الأخ العزيز القائد الكبير مرعب الأعداء السلام عليكم الف تحية لعزمات الرجال وإرادة القتال ومجابهة الأنذال من قوات الاحتلال انطلاقكم من قرآنكم سر قوتكم وانطلاق سواكم من علمانيتهم ولا دينيتهم أوقعتهم في الفخاخ والهزائم يا أيها اليحيا تحيا ثم تحيا سموك يحيا لتحيا وتخرج من شراك الموت ومصائد المجرمين وسجونهم لتقود النضال وتنهج نهج الأبطال لقد أصبت الاحتلال بالاختلال وارهبتهم وارهبتهم وهم أنذال أكثر الله من أمثالك من الرجال وأخرج الله عينات كثيرة على شاكلتك سنوير فالرجال الرجال هم عدة النصر لا الطائرات ولا الدبابات عندنا طائرات ودبابات عملت شنو كل شيء ما يكون يا بتقصف براميل على الشعب السوري يا إنا بالقراجات مو هيك كنا له هيك لهذا أعد الطيران العربي ما حشاء الله أنكم أحلويدكم فغزة تقاتل بلا هذه الوسائل وتكسر أنفع عدونا وتفتت قوتهم فتجعلها هباء نختم بتحية لك ولإخوانك ودعوات بنصر قريب لكم ولغزة الرجال والأبطال لقد نهجتم نهجا سيغير وجه المنطقة والسلام المقارنة بين عقيدة المقاتل المسلم وغيره هو في الحقيقة لا مقارنة يعني لا يقارن يعني الشمس مثلا مع سيغارة شو المقارنة المقاتل المسلم والله كالشمس وهذا مثل مثل عقب سيغارة مرمي على الأرض خلاصة ولكن كما يقال بضدها تتميز الأشياء فالمقاتل عن عقيدة موصول بقوة لا حد لها ولا تنتهي ولا تغيب ولا تتعطل ولا يعرقلها معرقل ولا أشغلها شاغل ولا عائق وهو موصول بربه الذي هو سبحانه القوة المطلقة هو الذي خلق هذا الكون ويكفيه شعارا هذا المقاتل وكلمة يرددها إن معي ربي سيهدين إن الله معنا كمن يقول أمريكا معنا بريطانيا معنا فرنسا معنا نتن معنا بايض الشريطة معنا يا علاوة والسيخي معنا وعرب الخئم خلاص معنا مع أنهم لا يعملون إلا لأنفسهم ومجدهم يعني بايدن عينوا على الدورة الثانية مش عينوا على أحد إنه هم يدعم إسرائيل عشان تدعموني فلسطين خابات بالقروش بدي منكم خمسمائة مليون عشان دعايات وبعدين عشان ننرش على الشعب الهتر وشان الخلاصة وربك تعالى أيها المقاتل المسلم يتعهدك ويرعاك ويحفظ وإن جرعت فكل قطرة دم بأجر لا يقدر والشهادة أعلى مطلب وأعلى مرتبة وأعلى مقام أما هو المقاتل الآخر فإن قتل فإلى سقر يعني من من الأرض من التراب من الأرض من المعر المكان إلى سقر لا نستب لا توقف من الرصاصة إلى جهنم من النار إلى النار هنا يقتل بالنار وفورا تنتقل الروح تكتسي جسد آخر ليبدأ التعذيب بالنار إلى ما لا نهاية إذن شتان في العاجل والآجل شتان بين الآن والمآن الخلاصة فشتان بين من تمتلئ جوانحه بالإنسانية والأمل وبين من يمتلئ بالحقد والعقد النفسية والأوهام الأسطورية والأخيل الشيطانية وفي النتيجة ولا يغلبن مغالب الغلاب ولا يغلبن مغالب الغلاب مغالب الغلاب مغلوب يعني هم يغاربون هم يعرفون أن المسلمين الله معهم إذن إحنا بدنا نحاول هاشا قد نضرب قد نهزم في معركة قد قد ممكن يكون قصرنا في الأسباب قصرنا في التوكل فيربينا رب العالمين لكن الجفة اللي فيه الله لا تنهزم إذا صار هزيمة بيكون قصرنا في شيء كل دقيقة حرب من حروب العرب انتهى الموضوع العرب في إذن كل دقيقة من الفايف منيت شهر من قتال حماس يا الله يعني الجيو صمدة دقيقة الله يعطيهم العافية مقابلها حماس اللي بتقاتل خمس شهور وصامدة اللي لو بقت الحرب هتستمر كل دقيقة من دقائق العرب خمس شهور يقابلها من صمود غزة حرب الدقائق الخمسة أو حرب الأيام الستة كما يسمونها خطأا مش كذلك فلماذا غزة وليس دولة عملت هذا العمل يعني من لا يجد شعبها ماء الشرب تدوى لما خطوا الحرب ما كنت عندكم كانيات طعام شراب طيارات أكو دبابات بعاد أكو جند حبطراش ونهزمت غزة لمحة طيارات ولا دبابات ولا مدفعية ولا أكل ولا شرب يا غزة يا غزة لك الله إخوانك لعب يقنقوك يا غزة يا عم سيسي افتح لك يا أخي المأمر قالي لا آه آه غزة الإرهاب لا آه قلنا له عمو احنا فاهمين اللي جاء ما قلت إش جاء بوك يرحم أبوك لا تقولوني ما لم أقول آه لاحظوا يعني أربع أخوة ما عندهم مش مية يسقوا الحارة أنفسهم أخذوا تانك مية لهم أربع طلعوا مع بعض يعبوا التانك مية عشان يسقوا بيتهم أهلهم والناس طلع الطيران يا أمريكا أعمى الله عيونك بايدن انت وشعبك فتتوهم تفتيتا بايدن الله معميك إن شاء الله نتن لك أنت قذارة مطلقة مهمك الكرسي عشان ما تتحاكمش بس في محاكمة عند ربك مخلد في جهنم في قاع سقر لا تبقي ولا تذر لو حطينا كل أرضية فيها بالذوب في ثانية ها يعملوا بيكم مزقتهم تمزيقا هذا العدو الذي سلمتم من حبكم يا خبيبي نشاء الله عن هالمنطق من خبكم يا خبيبي نشاء الله بالله سمينا من هالألحان بالله ضحكتوني والله وهو الذي تنتظرون دوركم في التطبيع معه إذا العرب مطبعين ومخلصينه عرب واكفين عالدور يا خبيبي بده أطبع معكم كم كم لماذا صمت تغزة ولم تصمدون فهمونا فهمونا لك احكم معنا مين انت قلنا لمواطن نفر ما عنده ولا خبر ولا عنده شريط على كتفه ولا له منصب ولا يقال له عطوفة ولا لا 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 نقول له هذا يعني عمري ما كنت لا عطوفة ولا 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 شيء ولا ما اكون شيء مذكورة الحمد لله احسن فسروا انتم لنا حتى لا نسيء الفهم ونسيء التفسير بلاش نغلط من احكام فقه الجهاد هذا كتاب الدكتور القرضاوي اكرمه الله رحمه الله صاحبناه في رحلات اوروبا في امريكا في الشرق في الغرب وكنت كل ما ازور قطر ازوره وكان راجع القناة مش قناة اليرموك قناة الجزيرة كانوا يدعونا مرارا المهم فكنت كل ما زورت قطر الا امر على استاذي الدكتور القرضاوي ونعم والله ونعم عقل ما شاء الله من احكام فقه الجهاد بقول واذا كان العدو او العدوان الكافر اكبر من طاقة البلد المعتدى عليه مثل غزة يعني ففرض على جيرانه الادنين اي الاقربين يعني واقرب البلاد اليهم ان يشاركوهم بكل ما يقدرون عليه هذا الشرع بقول هيك والقرضاوب ينقل لقل مش بقلب شرع فقد تعين الجهاد عليهم اه اذا انا جست متفرج بطلع ليش انا بدا اتفرج لا مصر ولا غير مصر بطلع لكش يجب من رب الكون انت مد يد العون الى اخيك العربي المسلم قال لا انا ما اقدرشي انا ما اقدرشي ليه يعني بوش انت رئيس دولة وعندك مئة مليون اسرائيل خمسة مليون سبعة مليون ايا كان عندك مئة وعشرة مليون تقدرشي ليه انح شعبي فقير هاوي طب وليه قال لي من 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 اللي بيأكلوه الشعب ما احنا شافين الشعب نص كانت بعيش قرص طعمية ورغيف عيش ده اكلو المسكين او علبة سردين يا الله ملاحق والباقي رايح للقيوب قيوب جيوب الفقر يا شانتون رايح جيوب اللي يعني مستشفيات بناء حضاري او ياس انا اسف بكون شو اخدت بالي والله دلوقتي اخدت بالي خلاص فقد تعين الجهاد عليهم ثم على سائر بلاد المسلمين ان يمدوهم بكل ما يحتاجون اليه من الرجال والسلاع والمال والذخائر حتى يقهروا العدو ويترضو الغزاة ويعلو كلمة الاسلام قال تعالى انما المؤمنون اخوة وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقال وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر يا عرب النجدة النجدة يا عرب المساعدة المساعدة اخواني العرب اننا لا نملك مدفعية ولا طرياء طوران لا طيران اي ولا طرياء طيران المهمة عندناش يا اخوان امدونا امدكم الله قال لا لا انا ما اغدورشي انا ما اغدورشي طورشي انا ما اغدورشي انا احلك يا حبتين يا اخوان وقال وتعاونوا على البر والتقوى ان غزة ارهاب انا ما اشتغلش مع الارهاب يا سيدي احسن وذكي القرضاوي اعددا من الاحاديث المشهورة ومنها المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضا الله يجنس فك داي ما بتقدرش ليه متشابكة اخ بدناش نجرب يا شيخ بدناش نجرب يا شيخ وبدناش نجري عنك ما جربت المسلم اخو المسلم انصر اخاك بخاري المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعب ذمة ما ادناهم وهم يدون على من سواهم قال ليش فيه خذ الحديث مش قرآن يا طب ما اسمعت القرآن انت انت محترم قرآن ولا حديث ولا ولا انت فاهم حقا اخوان مهم من الارهاب نحن ام اسرائيل يقول استاذ القرضاوي الله يرحمه يا رب شريعة الاسلام في الجهة شريعة العدل والرحمة والاحسان وان الحرب فيها تحكمها القيم الاخلاقية في كل جوانبها ومجالاتها فلا يقتل فيها الا من يقاتل ولا تقتل امرأة ولا طفل احنا سبعين بالمية من القتل امرأة وطفل قال شيخ الحرب فيها ضرورات 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 اخ في غزة النساء والاطفال هم الاغلبية فمن هم الارهابيون ولا يقتل شيخ هرم ولا راهب في صوعمة ولا حراث في ارضه يا الله حراث في ارضه تقتلوش شفت دينكم يا ابو يا ارهيم لك الغرب هو الارهاب الى متى العمى مسلمين ارهاب انطم تحت الترابوسكو ولا تاجر في متجره تقتلوش وتقتلوش ولا يشهر السيف الا على المحاربين وانيادة المسلمين ممدودة ابدا لمن جنح الى السلم حتى بعد الحرب الى اخر ما هو معروف من احكام القتال في الاسلام بخلاف ما جاء في التورا يا شيخ يا سيدي بالنسبة للمدن البعيدة بعيدة ايوة اذا فتحها اليهود وانتصروا عن اهلها فامروا التوراة اليهم ان ايوة اضربوا جميع ذكورها بحد السيف جميع ذكورها من صن يوم الى ميت سنة بحد السيف حد بقول اسرائيل ارهاب توراةهم ارهاب كتابهم ارهاب دينهم ارهاب لا احنا الارهاب احنا نيلة نيل عيشتكم نيلة الف نيلة ونيلة احنا الارهاب احنا يا شيخ نيلة يا رب عفوك والله العظيم مليح ما يصد عدمه الواحد من هالحال العربي اخ لم يستثني احد لا طفل صغير ولا غيره ولا شيخ كبير اما المدن القريبة مقسمين المدن التوراة بعيدة وقريبة ايوة القريبة يطلق عليها الشراح ارض الموعد الموعد موعد ايه الرب اعطانا والله ما اعطاكم والله ما اعطاكم قال ادخل وقل الله ما هندخل قال محرمة عليكم انتهى وين الواحد خلصنا اه ارض فلسطين فهذه دخلها اليهود ايوة وفتحوها فاوامر التوراة الصريحة المباشرة اليهم ان ابيدوها عن بكرة ابيها اعشقوا يا عرب اسرائيل لك اعشقوا موتوا عشقا ابيدوها ها فضل قال اشيخ هذا كلام في الكتب ايه هم يطبقون كتابهم انتم من لا تطبقون كتابكم هم يطبقوا كتابهم انتم ارقيلة بر 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 هذا اللي عارفينه حلوا عنها لا تستبقوا فيها نسمة حية حد بقول اسرائيل ارهاب من العرب بلاش نقول امريكا اوروبا بلاش انتم العرب اسرائيل ارهاب قال لي لا الاسلام ارهاب مني لتنيل عيشتكم سامحون اخواني والله بدو انفجر القلب والله الاستئصال الكامل هذا من كتاب نقل طبعا اخ الجهاد شريعة العدل والرحمة والاحسان والحرفية تحكمها القيم الاخلاقية الخارجية الامريكية تقدر تقول اسرائيلية سيم سيم اتهام اسرائيل بالابادة الجماعية ايوة ليس له اساس من الصحة ولا اطلاقا ابادة جماعية لا يا ولد وشو القصف هذا انقلوا من شمال غزة الى رفح راحوا رفح هم ممشين بالطريقة اطفوه اصفون بعدين قالوا ارجعوا من رفح الى الشمال الان عم بقصفوا رفح اليوم بقصفوا رفح اللي قالوا مروحوا على رفح والسيس مسكر على رفح يا اخوانا مقتلنا الخيانة لك شو بدنا نحكيه والله ما بتخلص حلقة وانه دماغي بدو يتفجر والله لا اله الا انت يا رب لا اله الا انت يا رب لا اله الا انت كل هذه المذابح كل هذه الجرائم كل هذه الفضائع وتدمير تمانين بالمية من من منازل غزة في هذا البرد والمطر سبعين بالمية من القتلى نساء واطفال بلغ عدد القتلى والجرحة حتى يوم اطناعش بعد المئة وصل الى المئة الف فمتى تكون الابادة يا امريك ما يصل القتلى مثلا نص مليون عشان بس نفهم قالك بستر مصران بستر بايزن بايزن متى بدك تقول عنه ارهاب ابادة جماعية متى قال لنا اسرائيل لو ابادتكم كلكم مش ارهاب ولا ابادة جماعية لو قتل منكم من من على يدكم يهودي واحد انتوا ابادة جماعية وارهاب طبعا ما اصلك يهودي معروف والكل الفريق اللي حولك من نفس الملة قول يا باسط الى متى بننضلف الكلام لويش. اخ بلغ عدد القتلى مثل ما قلنا الان حوالي المائة الف. لا اله الا مش ابادة جماعية لا 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 لا. مستوطنون الاحتلال يحاصرون شاحنات مصر بامر من نتنياهو صديق السيسي صديق السيسي في معبر كرم ابو سالم في معبر كرم ابو سالم فردوا المجرمين المستوطنين ذولا ناموا على الطرقات حتى يمنعوا ومنعوا مش حتى يمنعوا وخلصوا. رجعت الشاحنات ولا دخل شيء. من مصر مانعه ومن من الشمال مانعه. وعل. والسيسي ولا كلمة ليه من غير ليه. قال لي من غير ليه. من غير ليه. من غير ليه. اه اه. لح علو مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية. اللي هي ايه يعني يا. ايه حلاوة. على القلقين على مستقبل غزة. ان يصدفهم في بلادهم. اللي خلقان على الغزة خدها عندك عندها يا. لك اخرز. اخرز انت وكل عصابتك. شهداء الصحافة حتى يوم الاثنين. مية واثنين وعشرين صحفيا. اقول الان وصلوا مية وخمسة وعشرين. مية وثلاثين. رقم ربما لم يقع مثله في الحرب العالمية الثانية على طولها. وامتدادها على مستوى العالم. فمن يلاحق المجرم. ودولة الاجرام العظمى امريكا التي تحمي هذه الدولة المجرمة. من يحاسبه. من يحاكمه. والقوى الشريرة تصد عنه. متى يستقيم حال الانسانية المعوج. وكيف يستقيم. والاسلام العظيم مبعد ومغيب عن سياسة الارض. وحكمها. واحكامها. وعدلها. ونورها. ما احوج الدنيا. برمتها. والانسانية بجملتها. ما احوجها الى اسلامكم. ايها الناس. وكيف نوصل الاسلام. اذا بتوعي الاسلام بطلوا عن الاسلام. بدنا ناشى الاسلام. اهيخلف عليكم. ما صدقنا وتحلونا. ما بدنا الاسلام. كرهوهم في الاسلام. ثم شطبوا الاسلام. لكن شو بدنا نحكيه؟ لو طبقوا الاسلام تطبيخا جميلا لا حبه الناس. لكن يا عارة يحلق لحدك. الخلاصة. الى الناس. كيف نوصل الاسلام الى الناس. وقد تخلوا عنه يعني الاهل الدين. فاصبحوا في ديل الامم. وفي حالة انفصام بين القواعد والقمم. اي الشعوب والرئاسات. الحلقة الوصلة الثانية. او نتكلم عن حل الدولتين. كيف اتفق العرب والعالم على حل الدولتين. الربابة. كونوا معنا في الوسطى. التالي حياكم الله. اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات انحياكم الله مرحبا بكم في الوسطى الثالثة والاخيرة من لقائنا لهذا اليوم. اكمل عن الرابع والله ما نعرف. والله ما نعرف. يعني عندي كل حلقة الله وكيل. بكتب بهذا المقدار. وصفت ورق. صار عندي جبل من الورق. ما ادري. اه حل الدولتين. ما له. محل اتفاق العرب والعالم. الم يحصل عرفات دولة عندما وقع بالاعتراف. وصروا دولة وصار فخامة الرئيس. بعدين سمموه. وصار عباس فخامة الرئيس. ايوه. طيب. اذا حل الدولتين يعني شو المال الجديد الان اذا. بعد ما وقع عرفاته سمموه جاء عباس وردوا عنه. عوزيني مدوه على غزة. ليه? ليه ما عملوا فيك مثل عرفاء? ما سؤال بس. يعني. ما ليش علاقة انا بس سؤال. السؤال حرم? اه سؤال. ايه? مش مواطن هو زينة? مثلا يعني. وكانت جائزته بعد التوقيع ان سمم وجاء ابي عباس لانه اطوع. والين. ولو اعترض على امر لربما لحق برفيقه عرفات. هذا امر. امر ثاني ان عندنا ثنتان وعشرون دولة. اذا حتزيد دولة صاروا ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين دولة معطنا لو ايش? احنا مش ناقصنا دول عمو. ناقصنا فعالية الدول. لك اطحق على الحانة. تستهبلوننا. احنا مش ناقصنا دول عندنا ثنتاني وعشرون دولة. في دول كيلو متر مربع. وسكان حمولة بكب ولا شحن ولا من خلاصة. وبعدين. حتجي الدولة. وتعمل بها جامعة دولة العربية. العربية. سور خمسة وعشرين دولة مثلا يعني. وبقعد في. طوانا انا رئيس الدولة الفلسطيني اقول لكم. من فوق هذا المنبرة. لساني قد انبرة. والماشية الامور اللي وراه. ثنتين وعشرين دولة لم دسع في غزة. برغيف خبوز. فما قيمة ان دساد عليها دولة. وهل ستختلف عن دولة عباس? يعني الان عندنا دولة. بدعملكم دولة. يا شطور. يعني الطفل بمصاصة. بقرش. منبسط. منبسط. وهذا احنا. دعملكم دولة. بالله قال له والله. وين في بيت لحن مثلا. اقول له وين. يعني غير دولة عباس وانا مش فاهم. دولة فلسطيني وين? يعني دولتين حل الدولة عباس موجودة. قال له اه طيب وحل دولتين وين? قال لي هي دولة عباس. يعني شو الجديد? يعني مدام هي عباس وعباس والدولة اذا انت عمد حل الدولتين. واش تحكوا عن حل الدولتين. وعن ربابا. وحل الدولتين حل. ومن يضمن ان تعتقل يصير كل الطاقة من الرئيس الى الوزراء وتدعهم في النقب. مين يضمن? محدش. اتضمنين يا امريكا بالنظامن? ضامن. الله يرحم الشيخ مشهور الضامن. شيخ الجفتك والغور. الله يرحمهم. الله يرحمهم. ايه ايه. كلمات من عشرين سنة ولا ثلاثين ولا من العالف. هل ستختلف عن دولة عباس مثل ما قلنا? طيب. ورأينا كيف تجاوز كل الخطوط الحمر. وكل ما اتفقت الانسانية عليه. ولم يلومها احد. عندنا عديد من الدول لا تنقصنا دولة كسيحة. كباقي اخواتها. مكرسحة. اه? ولو كانت معافاة ما سمحوا بها. فلا تخدعونا. يعني لو دولة دولة ادي حاله. ما يخلوها شي. اها. اذا. اذا. اذا تضحك على الحارب ويه. وحل الدولتين. طب هي دورة عباس موجودة. اجهزة امنية. اجهزة استخبارة. وهي. اجهزة كل شي موجود. وكل شي مش موجود. موازنات موجود. بعدين كل شي مش موجود. بعدين مش موجود. كل شي مش. خلونات غلصني. كم وقح هذا الشعب الاسرائيلي. يوم من اثنين مئتين وخمسين شهيد. وخمسمية وعشر جرح يوم الاحد. يقول ناطق المجرمين. اسرائيل اتخذت كل التدابير. لتقليص عدد القتلى. كذب مفضوح وقح لان يصديقكم من البلينكل لانه منكم. انا اوافق. اي اجري. اي جرك في الثلاث تلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بدء الحرب. شيكوبات يعني عندهم مصار امراض نفسي. عؤاد عؤاد. الله يزيدكم عؤاد. هالكس. اسرائيل عاجزة. عن شاء الله ustedes العاجزة. ولماذا لم تكن عاجزة ثمانة وتاربعين. ستة وخمسين. سمعة ستين. ثلاتة وسبعين. اثنين وتثمنين. ليش ما كانتش عاجزة هاااا جاوبونا يا من يعنيهم الامر. قال لي انا برد على شيخ زياك. قلنا له العفو. ما نحن نكرة مجهولة. مات النفر. ما عنده شريطة انه ما في ما في ما في زى ما انت شايف. مسكين مسكين 한inder باب الله. تمانية واربين ستة وخمسين سبعة وستين ثلاثة وستين عرب دين وثمانين. كلها زايم. كانت تحسم الحروم في دقائق. ليه يا زول? نيويورك تامز تقول قلق في واشنطن ان شاء الله الله سيدي القلق. من هجوم اسرائيلي مرتقب على حزب الله. حزب الله بقول الرد على مقتل وسام طويل. يقول القائد العسكري هذا. آآ لا بد ان يأتي. كلام ما نعرفش. بايدن خان عهده ووعده بشأن المسئولية. فورين افارز. الصين تستغيل حرب غزة لكسب دول الجنوب. بلينكين في اسرائيل لبحث مستقبل الغرب. آآ آآ يعني مستقبل الغرب في منطقتنا. زفت بين بشرك مستر بلينكين. اليوم الثاني والعشرون بعد المئة. ايوة. اللي صادف ذكر اتفاق اوسلو. جاءت متزامنة للذكرى مع هذا الدمار والخراب والعنف والقصف بعد مية وحوالي عشرين يوما. ليتبيننا كم كنا مخطئين بالصلح مع المجرمين. وتنازلنا ولم نحصل شيئا. لا دولة ولا استقلال ولا حكم ذاتي ولا امن ولا اقتصاد. بل تعد وعدوان وظلم وقهر فقط ضخامة. فخامة يا اخي. مش ضخامة. بعدين. فخامة الرئيس. بس تصوير. بعدين تقص شريط في مدرسة ولا في روضة اطفال وهذا. مش دولة حاجي. ولا مؤسسات دولة. في امن رئاسي. يعني حراجة الرئيس. السلام عليكم. والله وقمنا دولة ما شاء الله. ورواتب وعلف. مش على. لا يعني قصدي سلف. سلف. بقطولهم سلف عشان عشان زلف. خلصني ابو دلف. يقول احد مسؤولي الصهاينة. اقامة دولة فلسطينية جرعة سم على اسرائيل ينبغي تجرعها. قل لكم من الصابين. وهي عندكم دولة بتساعدكم. مين اللي قتل احمد جرار? في جنين منه? هم. الا اقول لي. منه? القدر. جواب حلو ما شاء الله عنكم. فحتى الان نحن نتكلم عن دولة في الخيال. لا في الواقع. ولن يسمح المجرمون بقيامها. فنحن عقدنا صفقة شيطانية. كلها خسارة. ولا ذرة ربح منها او فيها. الا قولهم الرئيس فلان. ولا رئاسة ولا وطن ترأسه ولا حدود ولا استقلال ولا شيء. السياسة فن لم نتقنه بعد. اخواننا الكرام المشاهدين. ايه والله. هل رأيتم شتاء في خفة هذا الشتاء? شو عاوز تقول بسم الله الرحمن المالك. انت تركت الحلقة لا? انا ماشي مع الحلقة. غيث في الليل. شمس في النهار. لا جليد. ولا سقع اليوم الجمعة كان شمس مشرقة. يعني ما شاء الله. ولا ثلج ولا فيضانات. والحمد الله اظن ان هذا حتى يعني يمكن بالبعض ما يستغرب. لطف من الله باهل غزة الذين هدمت منازلهم. انا عمري تسعين سنة الا قليلا. مية الا قليلا زي بعضهم. لم اشهد مثل هذا الشتاء. لطيف جدا. حتى يأووا الى مأوى مساكين يعني. فكان الشتاء خفيفا لطيفا حتى الرعد. لم نسمع له صوتا. سبحانك. فاكفيهم اعانهم الله قصف المدافع وصوت انفجاراتها. ذلك لنعلم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بن غفير بايدن يدر يضر يدر يا ضر بعدين مع الشغلة يدر بايدن ما له يا بن حفير بايدن يدر يا امي خلصني بايش يضر بجهدنا الحربي. بن حفير كل هذه الخدمات من بايدن ولم يعجب بني صاهيون مش العجب. بوسي القدم مثل ما قال يعني. بوسي القدم. بالمرة بايدن. بوسي القدم. بايدن ضحى بشعبية من اجلكم ولم يعجبكم فمتى يعجبكم. اذا انتحر مثلا. من حبي لك اسرائيل انتحرت يعني. سممت نفسي. انا بايدن شهيد الحب لاسرائيل. ان شاء الله يا رب نراك بايدن بدل ان يشغل دعم باسرائيل يخدم المساعدات لغزة. هذا بن حفير بقول. بدل ما تساعد اسرائيل يا بايدن يا بايسن تدعم غزة اخي عنيك. مش انا اللي بحكي. صاحبك بن حفير اللي بحكي. فولن ترضى عنك اليهود. يا الله ما اجمل قرآنكم. ولن ترضى عنك اليهود. تبوس القدم وتخفي الندم. برضوش. ولن ترضى عنك اليهود. لو مت وشو وانفرط مهتك. مش هيرضوه عنك. لابد بن غفير اثبت فعله ولا يفهم مش هيرا بالسياسة. الله يطلبكم ببعض. مظاهرة طالب يسقاط نتن بن حفير نتن ياهو على مفترق طرق. وانا اختيار الاتجاه الذي سيادة بن الورجين. انت هتروح وين? انا متشدد من حفير. بتكون زي. نتن يخشى ان تتعمق الخلافات وتتسرب بنود الموافقات على الصفقة. يعني في ناس بتسرب من جوه المجلس. مجلس الحرب. بطلع بنشر الكلام. مين بيسرب? انت عم تخرب. يا من تسرب. يعني اسرار. اه بن غفير بقول لو كان ترامب الرئيس الحالي لكان الموقف مختلفا. تضارب عنف في مظاهرات يهودية في تل ابيب. بتضاربوا. الفرق بيننا وبينهم. بيننا العرب المسلمين يعني. وبين الطرف الاخر. نتنياهو يأمر كلابه الضالة ان تعيق شاحنات المساعدات من الوصول الى العطاش الجياع. اما المتخفون? المتخمون. فنقف حراسا لتصل الشاحنات الى المتخمين بامان. مش فاهم? يعني نحنا سمحنا للشاحنات ان تصل الى المتخمين. وين المتخمين? شعب الفلسطيني من المتخمين. قدمه شبعان. انت فاهم الكلام تخوض. يعني احنا خلينا الشاحنات توصل. بينما نتن قال لهم ناموا في الطرقات. لا تمر. وقت الفن لصاحبه. صاحبي مستر اابو عبد. ممنوع. فانت اقل لهم انا مش عاوش تنبيه. نعناية لكم. خلاص. خنقت غزة. من الجنوب والشمال. احنا سمحنا لان اموه. قل كل يعمل على شكلته. احنا شكلتنا التسامح. تفهمش غلط. تفهمش غلط. المانيا يقودها صهيوني. شولتز. التحالف الحاكم يقر قانون ترحيل الالاف اللاجئين. من المانيا. الاف. اربع خمس تلاو عشر تلاف. براه. شولتز الصهيوني. اما الشعب الالماني فيتظهر ضد اسرائيل. ونصرة لشعب الفلسطيني. وضد نظامه المتصحين. في اوروبا ما من مدينة لو فيها مظاهرات. لا مظاهرة واحدة نصرة لقضية فلسطين وشعب فلسطين. مش مظاهرة واحدة لا. كل بلد في مظاهرات. جملة العالم العربي تمنع المظاهرات. ما قلنا لكم مليون مرة. احنا مشغولين بعملقة الاوطان. الله. الله. بايش فلسطين يا حلوة والله. بمعلقة لأ لك يا اخي. بعملقة الاوطان يا مش فاهم فاهمني. نجعلها عملاقة. كيف ببناء الخوازيق مثلا. شوها يعني. ندرف عمارة متين طابق مثلا. وادخل جنس. قنس يا شيخ قنس. افهم عربي. ام حاضر. نجس. يا عم قنس. المهم. احنا عندنا اطول خازوق في العالم. احنا الان بدنا نبني عمارة ستمائة طابق. عشان ادخل انا الاخر قنس. هذا العالم العربي. احنا مش 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 مشغولين يا اخي. ببناء الاوطان. مش المظاهرات. طيب لوش الجعجعة. احنا بالسياسة بنحصل من الحقوق ما لا تحصلهم بالجعجعة في الطرقات. روح رواه. اخفي وجهك روح روح. هل التضامن مع فلسطين والعلان للدنيا برمتها اننا مع الحق والعدل في فلسطين يمنع بناء الاوطان ام يعزز بناء الاوطان. هذا مفهومك انت شيخ. احنا مفهومنا غيرك. ما لكم كيف تحكمون بكل معاني يعني تحكمون تحكمون مطلق بكل معانيها. حكم عقلي حكم واقع ما لكم المهم. البحرين في الاخبار دعمت امريكا في هجماتها على سوريا والعراق. الحمد لله اصبحنا قوة عالمية. شيخ تفهمت? قلنانا شوي والله. يعني دعم البحرين لامريكا في حربها على اللي ذكرته منت هون. سوريا والعراق. ايوة. 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 ماله. هذا بخليني قوة عالمية. شيخ. العب معني كبار تكبر. انت بتهم بالسياسة قلنا له والله قلت لك معلقة هالقد. معلقة صغيرة بعد الغداء. هالقد يعني بس. فهلت عملقت البحرين مثل ما زعمت يا اقل اعرب صارت عملاقة. انا زار البحرين مرات الحمد للشعب كريم مرة فوق راسي. كمل. اكمل يا اشكال. خلاص. اكمل ايش. هالامريكا محتاجة الى معين? ومن احوج الى المعونة امريكا ام فلسطينيا? دول العرب. ما لكم ما لكم ما لكم. من اللي بيسألني? قلنا له مسكين. محور فلاديلفيا. دولة عربية تقترح ان تمول انشاء جدار عازل بين غزة ومصر. يحرسه طبعا هي مصر كلها. يحرسه جنود مصريون. لتمنع تهريب الى غزة. سلاح لا. ارصاص لا. خبز لا. موتوا. انا امري كده. انا بس. انا الشعب. انا الشعب والشعب انا. انا الدولة والدولة انا. انا كله في كله. انا الكل في الكل. انا انا. تفقروا تجوعوا مش مشكلة. المهم انا انا السيد. وابني ان شاء الله بحضر استلم المخابرات وامحمود بسلم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا بخطط لأولادي قعد. يعني كلها ابدأ سلموا مؤسسة. او في ايش. في الخيال. مسافر زاده الخيال. ومنع حفر انفاق. بدناش انفاق. هذا العربي اللي بيحكيه. بتنساش هذا الكلام. بين غزة ومصر. يعني خن غزة لصالح اسرائيل. بل الف ولا دوران. الذي يبدو ان المصر ستتسمح بتمدد اسرائيل للسيطرة. على محور محور فيلدلفيا. والايام بيننا. ويبقى بيني. ويبقى بيني. وحتشوف يعني انه محور فيلدلفيا. سلموه ليسرائيل. قال لي انا فاضي احرس. محور فيلدلفيا. يتهربوا الفلسطين. يخرب بيت فلسطين ولل اهل فلسطين. ان شاء الله طيني اللي يجيك على كل اهل فلسطين. انا مش فاضي ايه. انا عم ببني مصر. وبكرة تشوفوا مصر. هيصلك 11 سنة. بنيت ايه? وعملت ايه? مورجين اعملت ايه هرام رابع. قال ابدا بلط الاهرام. مش فاهم. انا عاوزة بلط الاهرام. شو مش فاهم. احط الخام فوق الاهرام. حتبوز. انت فاهمك في ايه. نقول اخلص ناس احنا في الاهرام. لمثل هذا اليوم وامثاله كان الانقلاب على الانتخاب. والمنتخب. وجيء بهذا الموجود الان. يسأل كثيرون. اما كان ينبغي يعني تفتح غزة باب هذه الحرب. كان مغلقا. فها هي دمرت غزة. دمرت غزة على يدها. يعني دمرت غزة. وقتلت الحرب والالوف واعتقلوا المئات. فما جدوا ما فعل هؤلاء محترامنا لجهدهم. ثم ليس قد صالح النبي صلى الله عليه سلام قريشا على شركهم وتجنب الحرب الى اخره. يعني مش النبي صالح اين طبعا يعني غزة. يعني ديش اقول يعني متقدم على وعي النبي السياسي. حاشة طبعا. اخواني هذا المنطق مردود. الان حماس طارحة حل سياسي. اللي عم بورفضوا الجانب الاخر. يعني عم بلعبوا سياسة. ولكن هل وقع عدوان من اسرائيل علينا? طبعا. هل رد العدوان واجب? نعم. كل ما تأخر الرد بزيد التكاليف. ثم مين قال انه المرضعة احن من الوالدة? مين قال? يعني انت حنان على اهل الغزة. وحزنان على اهل الغزة. اكثر من اهل الغزة. هالغزة مبسوطين. كان احنا متقلمين يا ولد. اخواني هذا المنطق يوضع في فمي بعض الناس. احكي. واها دمروها غزة. المتدني اصحاب اللحة. دمروها غزة. عمروها غزة. صنعوا منها شيئا. لك غيرت العالم غزة. هاها. عشرات الوف اسلموا من بركات غزة. اقعدوا اسكد. اسكد. ارفع رأسك بغزة. اشمخ بغزة. لا تحكي على غزة. اسيادنا ذولا. هاها. تعلم اول بعدين احكي. كان ينبغي نفتح من نصف خرن. مش من اليوم. اخرنا خمسين سنة. وكل ما اتخر زاد العدو ونقصنا. الا تروننا كنا نفكر في الحرب والقتال. ولا نعقدنا سلاما. قيدنا وربطنا. وشلى حركتنا. وحجر علينا. وصرنا نتسابق على التطبيع يا خبيبي. يلا على الدور. صفوا. فالزمن الراكد ليس لصالحنا. الزمن المتحرك لصالحنا. اما المكاسب في اسلام وعشرات الالوف. وهذا عظيم. ثم تعريت هذا العدو. كل العالم يهتم اولا باخراج الرهائن. اللي عند غزة. انا مشغل بالرهائن. بايزن وغير بايزن. انا مهتم بالرهائن. ما هو منهم. في دائن عيد لك. وليذكرون قرابة مئة الف ما بين شهيد وجريح وتدمير عشرات الوف المنازل ومئات المساجد. فوق الثلاثمئة مسجد. عندي عصاية ثلاثمئة وخمسة وثمانين. وعشرات المشافي. ولا خمسة وعشرين مشفى. بلينكين لا يكاد يغيب عن منطقتنا. بتغيب الرجل بطل راسه. بتغيب راسه بطل رجلي. بلينكين. 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 لخمتنا ولك يا اخي. غيب عنا شهر. قال لانا بحبكم. وجئتكم كيهودي. انظر يسيد حبنا لك. هاي هاي هاي. والله يهودي. قال والله يهودي. توش بتعلموا الناس انه. احنا مش حكاية اديان. كيف بنعلمكم انتم. مش احنا. احنا متمسكين بديننا. ونصرف من ديننا. منضحك عليكم. خليكم علماني. عملا علي. عملا علمانيين. اه منضحك عليكم. احنا متمسك بديفنا ونقول لكم تركوا الدين. بلا دين بلا بطيخ. اما احنا متمسكين عندي. احنا فاهمين الطبخة والله. والله مفاهمينكم. بلينكين يريد اقيم دولة فلسطينية. بلينكين حلو. توفر الامن الاسرائيليين. ها ها ها. مثل باقي الدول يعني. والفلسطينيين. بالاخر بالذنب. الاشتت هناك دولة لعباس? وانتم لا تأتمين لعباس والاعراب معكم. الا عباس. كله الا عباس يا حبيبي. الا عباس. متنا شواء اي واحد من كل الناس. خلاص فهمنا. خلاص. البيت الابيض. نسبة للتوصل الى هدنة انسانية. اسبوع. لاستعادة الرهائن. ها ها. لما اليهود. وادخال مساعدات الى غزة. يعني شاحنتين ثلاث اربعا. فيهن بيبسي. ها ها. البيت الاسوأ الابيض. هو اسرائيل نفسها بلا فرق. كل طاقم بايدن على دينه. مسر في وقوف العالم عاجزا امام الاجرام الاسرائيلي. وتدمير المشافي والمساجد والمرافق. وعشرات عروف المنازل. ولا تعليق من كل العالم. اتخشونهم. فالله حقه ان تخشوه. لماذا الدول العربية والاسلامية بكماء ايضا كبقية العالم. هل يسوا اخوانكم هؤلاء. ولو لم يكونوا عربا ومسلمين لو واجبت مساعدتهم. والوقوف الى جانبهم. الخارجي الاسرائيلي هناك روابط الانورواء مع حماس. كل ما قالها خنزير في الخارجية بتاعتهم. شعب مقرف. هذا الكلام بترتب عليه انه وقفت الانورواء. وامريك قالت انا اكف يدي عن مساعد الانورواء. تبعتها كندا. تبعتها لا. انا لا اتسابة. اه مثل هيك منظمة تدعم الارهاب. الكورس بغني المغني. الكورس برد ولله. الان يا اين. الان يا اين. كله. احنا معاك. احنا وراك. احنا احنا. اه انتم لكم روابط مع الدول مجرمة تعطيكم جيوشا وطائرات للشعب الوسخ هذا. وقذائف وذخائر مجانة دول خمس أمريكا بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا وتوزع طحين وليس دقائر والعالم يراقبها أنتم شعب مجرم لا تريدوا حياة لكل عربي ومسلم أخطأوا كل من سالموكم كيف نلتقي مع إسرائيل يعني الأعاريب والعالم على هدف واحد أن يستلم عباس السلطة العرب وإسرائيل بيدهم عباس شو اللي جمع العرب مع إسرائيل بيدهم عباس شيخ الكفاءة عباس كفاءة التفوق أنت تفهم شيء بالتفوق والسياسة وأنه لا والله لخميديس محسوبك قال يسكت شكتها خلص شكت عن الكلام المباع وغير المباع لأنه أدرك شهر زاد الصباح لماذا العالم مجمع عليه والعالم ما يجمع إلا على ضلالة وين هي ضلالة بعرفش النت يصف عماس محور الشر فمن أنتم أنتم مركز الشر تقاطيع قلنت المكفهرة أيوة تكذب الدعاوى التي يطلقها وتقول أنت مدعي كاذب وما قال أنت بعمل أبضاي بستاكن تطلع في وجهه ورسوم الحالة النفسية بتشعره نجوه منهار إن شاء الله إعلام إسرائيلي إسرائيل تعمل مع مصر سيئة تعمل مع مصر قلنا لي بالله قال آه والله سراً ولا جهراً قال لي كله 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 على إيجاد خطوط عريضة سريعة تبعد الفلسطين عن الرفاح بعمل مع مصر نبعده مع الرفاح أيوة تقديرات كبار الجيش لسنها إنهاء قدرات حماس الصاروخية تحتاج إلى سنتين الله يشلكم عن عن أن تضروا حماس وغزة بقشة يا رب قال أنت مثل ما قلت وجه كاذب مدعي مهزوز متردد يطرح دعاوة كبيرة ليغطي هل أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين نو أم من أجل تمليل الاعتراف بدولة إسرائيل في أصبح ما سرقه الصهاينة من أرضنا ملكاً حلالاً لهم لكن جزى الله خيراً غزة البطولة قامت تحيي القضية وتعيد الحق إلى نصابه فعاداها العالم ومنه العالم العربي وهم يصرون أن يدير غزة من اعترفوا لإسرائيل بحقها يعني دولة عباس إحنا بدنا نجيب عباس على غزة يحكم غزة لا إسلام بعد اليوم في غزة مش على خاطرك على خاطر الشعب الغزي ولن يقبل إلا الإسلام برا كلكم برا ناقصنا إحنا اللي وقع لا دمرتوها القضية عباس عرفات دمرتوا القضية لك صارنا دولة إليك أنت شخصياً دولة فلسطين ما صالها دولة لا يحق لمن لم يحارب أن يحكم غزة بل من حارب هو الذي يحكم غزة ما لكم كيف تحكمون 388 مسجداً دمرها الاحتلال قتل مئة داعية الخلاصة الكلام لا ينتيني ما أنهينا ثلث الأوراق والربع الأوراق التي أكتبها كل عدد يعلم الله أحاول أن أجتهد طاقتي حتى نوصل الحق وكلمة الحق ونحن مقصرون نشهد والله باشتغل على حلقتي من فضل الله ما بين الكتب والكتابة حتى أوصل لكم بأقصى ما أستطيع من طاقة ومع هذا أشعر بالنقص والعجز حفظكم الله رعاكم الله يا ربنا بدأنا بالدعاء لأهل غزة ونختم بالدعاء لأهل غزة أجب دعاءنا كرامة لهم إن لم نكن نستحق فهم بتضحيتهم يستحقون وأنت اللطيف الخبير رجاؤنا وجهك الكريم يا ربنا نصراً عزيزاً قريباً لأهل غزة إخواننا أهلنا من ضحوا نيابة عننا جميعاً أو الشعوب العربية أن تقفوا إلى جانب إخوانكم ما تلجمكم الألجماء قفوا مع إخوانكم أنصروهم بكل ما تستطيعون حفظكم الله أينما كنتم تتابعوننا سامحون على الإطالة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة